تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب والحديث كان يدور حول قضية الشاب عدلان وما لقاهم من معاناة قبيل إجرائه العملية التي نتمنى أن تكون هي المحطة الأخيرة لهذه المعاناة ولكل معاناة الشاب هنا بحالة عدلان إلى حالة أخرى تكلمنا عليها من قبل ينتظر الشاب خير الدين صاحب 30 سنة من ولاية عين تيموشنت التفات تذوي القلوب الرحيمة ومساعدات المحسنين من أجل جمع مبلغ قدره مليار و200 مليون سنتيم لإجراء ثلاث عمليات جراحية بفرنسا وذلك من أجل إنهاء معاناة دامت 15 سنة كاملة مع المرض وتسببت في بطر رجله الأولى نتابع التقرير التالي لكمال بوعزة وحميد عودي بولاية عن تيموشنت وبهذا المنزل بالذات يعيش الشاب خير الدين صاحب الثلاثين سنة حالته لا تختلف كثيرا عن حالة عدلان فخير الدين لم يتوقع يوما أن سقوطه من الطابق الثاني سيجعله يعيش الجحيم وسط أربعة الجدرون خاصة بعد بطر رجله الأولى والثانية هي مهادة مثل الأولى هذا خير الدين رأي مريض في 16 حمد 11 شراء وهو مريض مرمي في الدار متكفلين بين أخوته وأمه وأمه رأي مريضة ضربك إلا رأيكوا تشوفوا فيه وبعطوا تديروا الخير لو كان بعشر ألف لو كان بربعمية لو كان بخمسمية جاءنا مبلغ كبير في فرنسا حالة خير الدين جعلت من سكان المدينة يساعدون لإطلاق خامل شعبيا من أجل إنقاذه ونقله إلى الخارج لتلقي العلاج من أجل إجراء ثلاث عمليات جراحية بفرنسا لإنهاء معاناة دامت 15 سنة طلب من أخوتي بزازيريينغا كماراهم وخاصة تنوليات عينتي موشنت يعني يساعدوني باش نعالج في الخارج لأنه فلقسمة فأني بعت الفرنسا وعطوني نتيجة إيجابية خاصة أنا بنا بلي العائلة تها سوفرت بزير في المهارات تها هذا ونحن نقوم بها كطلاب وكشاب بزيريين نحن نطلب كل طلاب وكل زيريين باش يعانونه نحن نسمحنا في كل شيء مهم أخونا خير الدين يبرا ويقول لك مزمع أما العائلة خير الدين لا يزال قائما برؤية والدها يعود للحياة متضرة أمل ومبادر إسانيا تعيد لهذا الشاب نظر الحياة بعدما سكنه المرض في سن جد مبكرة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم